خلانا دروقتي نروح نشوف مع حضراتكم نموذك تاني لسيدة في منطقة تحت الربع اسمها الحجة هدى عندها 66 سنة وهي صحبة ورشة لصناعة أدوات المطاعم خلونا نعرف قصتها ونرجع نكمل الكريم شغال مع الحجة فولت نشط 13 سنة بص غلوتها من غلوة أمي مش معاملاني اللي أنا صناعي أنا صاحب المكان وأنا الدنيا كلها عندها فغلوتها من غلوة أمي سوق إينا في الموقف بقى لكتر من 25 سنة حجة هدى ست طيبة محدش يقصدها بحاجة وتقوله لأ أنا اسمي نورة بنتي الحجة هدى منها يا ربنا يخلاني يا رب ما يحرمناش منها كل الناس بتحبها هنا طبعا عشان ست طيبة ومحدش يقصدها بحاجة وتقول لأ أبدا أنا اسمي الحجة هدى عندي 66 سنة أنا بشتغل كل أدوات المحلات شويات الفراخ والشورمات واحجرة التعمية وشويات السمك وجئة كباب وبترين الكبدة وتعلمت الشغل أنا من والدي ووالدتي وخويا وأبويا وجدي وخالي وعامي كلنا في الشغل كلهم في الشغل الصناعية أنا اللي معلماهم وأنا اللي مربياهم وأولادي أنا منطقتي تحت الربح وبحب المنطقة دي مش غريبة وباية أنا أساسا مولودة هنا في كل طبعا لازم يحبوني مفيش اللي تعمل حلوة معاهم كلهم أنا بنزل الشغل يعني أنا بقوم حوالي ساعة 8 ونص الصبح بقوم الشطف وصل لصلاة الدوحة وصل للدور وبنزل ممكن أروح عشرة ممكن أروح تسعة على طبع الظروف المحل هنا في زباين قديني بعض ما في الزباين بمشي عندي ست غادرت في داخل فهم مقصرين معي تعبانة أه بس يعني دي حاجة بقت في دمي ما أقدرش اللي أنا سيب للشغلة وما أقدرش اللي أنا أعط وربنا كتنشر القعاد قبل كل شيء ربنا يجعلنا شغالين كده طول عمرنا السوق علمني حب الناس والتعامل الحلوة والكلمة الحلوة والناس كلها عرفاني الحمد لله لا مرة يعني كلمت حدي كلمة وحشة ولا دا ولا دا لا الحمد لله الزباين يعني أول حاجة بيشكروني وبيحبوني وبعد ما بيشتروا بيقوموا ببصوني من راسي ليه من التعامل الحلوة كان معي ثلاث بنات عاوزين مصاريف ومدارس وده 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 في التريت اللي أنا أنزل لو أني والدي كان عايش ومش بخلينا محتاجين حاجة بس يعني برضو أنا معي بنات وعاوزين تعليم وعاوزين ده وعاوزين ده في التريتات ربنا ما أعزنش بالسوبيات هم ثلاث بنات بس جوازاتهم يعتبروا ولادي طبعا صبرة طول عمري الحمد لله ولو مش صبرة أنا ما كنتش اشتغلت خالص لكن اشتغلت والحمد لله وربنا وقف جنبي